ثروة فلاحية معتبرة مساحات مغروسة شاسعة وعدد وفير من رؤوس الأبقار والأغنام ذلك ما يميز النشاط الفلاحي ببرج بورريج نشاط يشهد حركية متنمية ولتثمين هذه الثروة تعين توثيقها عبر نظام إحصائي محين جرد ثروة الحيوانية والنباتية عبر المستثمرات الفلاحية ببرج بورريج ذلك ما يعمل عليه أعوان إحصائي مختصين اسم الدولة ستبني على هذه الأرقام التي ستبنيها إذا كانت إمكانية مادية بشرية وإذا كانت مساحات مزروعة وإذا كانت أراضي بور وإذا كانت رؤوس أغنام وكل كلم هذه الأرقام ستبني عليها سياسات مستقبلية في الفترة تنطلق من 19 ماي 2024 إلى غاية 17 جوليا 2024 هذه العملية سخت لهذه الدولة إمكانية كبيرة رفقنا أعوان الإحصائي عبر بعض المستثمرات الفلاحية ببلدية بورج زمورة مستثمرة بالمانع إحدى المستثمرات التي تشهد توسع المساحات المغروسة المتنوعة بين القمح وأشجار الزيتوني فضلا عن تربية النحلة صاحب المستثمرة يثمن عملية الإحصاء التي شملته نقدم المعلومات الصحيحة بش يقدرهم يفيدونها بما ينمي الفلاح على مستوى المنطقة نحاول نعطي للمسؤول نظرة بش يحاول يعطيني التوجه الفلاحي تاعي والله المجال المارس فيه النشاط فلاحي يعطيه المجال الصحيح لنقل يقدر ينجح لي في المكان اللي يراني فيه والحساب الموجودات اللي عندي بهذه المستثمرة المختصة في تربية الأفقار والأغنام قام عون الإحصائي بجمع كل ما تعلق بالمعلومات الشخصية للفلاحة والمستثمرة على حد سواء عندنا إطار خاص بالمستثمر حد ذاته الاسم اللقب تاعه الليزان فرماسيون تاعه وعندنا الشطر الثاني خاص بالمستثمرة مستثمرة يعني وما فيستي فيها ودير فيها الفلاحة بالعقار تاحها بالبنية تاحها وش كاين في المستثمرة هذه كنوع تربية تروية بمختلطة نباتية حيوانية الإحصاء هذا بش يعرفوا الفلاح الفلاح وإمكانية تاعه ووش عنده ووش ما عنده ووش منه ووش ينتج ووش راح يخدم من حبوب ولا من الأسجار ولا من الأغلام إمكانات مادية وبشرية سخرتها الدولة للإحصاء الفلاح عبر الوطن إحصاء من شأنه وضع بنية هيكلية دقيقة لقطاع الفلاحة كما ينتظر أن يحدد مقاومات الجزائر في هذا القطاع الاستراتيجي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة